السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا المقطع سنحاول ما أمكن أن ندير معكم محطة درس يتعلق بالمستوى الأولى باكالوريا السيزيماني حول مادة الفلسفة هذا المقطع هذا سنخصصه لبعض التقديمات والمداخل التقديم أو المدخل متعلق بالمجزوء ككل بالمجزوءة الأولى مجزوءة مع الإنسان وكذلك للمفهوم الأول الوعي واللاوعي وإذا أمكن ذلك سنقدم أيضا المحور الأول أو الدرس الأول في إطار المفهوم الأول والوعي واللاوعي وأتمنى أن يكون هذا الشرح بسيط وواضح وأن تصل الرسالة وأن تصل الأفكار إلى التراميذ من أجل فهم الدرس جيدا واستعابه والإجابة عن الامتحان مقبل يعني والحصول على نقطة جد جد مشرفة وتمنى أنكم تفعلوا مع المقاطع باش هكذا نعرف فين عندكم مشكل واللي ما فهم شي حاجة يخليها باش ممكن في الدرس المقبل نزيد نشرح أو نذكر بها وأتمنى التوفيق للجميع مجزوعة من الإنسان لمستوى أولا باكالوريا بطبيعة الحال هذه المجزوعة تعالج الإنسان يعني أنت وأنا وجميعنا نلتقي في كوننا إنسان وجاءت على شكل سؤال بعدما عاجت على شكل سؤال ما الإنسان يعني الهدف من هذا المجزوعة كله هو نعرف الإنسان ما ليش نعرفه من ناحية العلمية يعني ناحية ديال الطبيعة ديال الإنسان بأن كي لن علوم تيشرحه الإنسان بحل علوم الحياة والأرض اللي كي يشرح لنا الإنسان مما ديه تكوان خلايا هنا غدي نعاجوه من ناحية الفلسفية نعرفه الإنسان من ناحية الفلسفية فقط إذن ويمكن كذلك أن نفتحها على العلم ممكن يمكن أيضا أن نفتحها على بعض التفسيرات العلمية التي تشرح لنا الإنسان إذن سؤال ما الإنسان هو سؤال قديم في الفلسفة ماشي أول مرة غادي تطرح هو واحد سؤال قديم بزاف يرجع إلى البداية الأولادية الفلسفة في اليونان خاصة مع سقراط الفيلسوف الذي عاش في أتنا الذي ترك لنا عبارة مشهورة وهي اعرف نفسك بنفسك أيها الإنسان اعرف نفسك بنفسك يدعونا سقراط إلى أن نعرف أنفسنا بأنفسنا وذلك من خلال تأمل الفلسفي الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يبحث عن نفسه باستمرار إحنا هما الكائنة الوحيدة التي تريد أن تعرف كيف يكون هنا هذا الأمر لا يمكن أن نلقوها عند الحيوانات أخرى لا يمكن أن نلقوها حيوانات مثلا القيطة والكالب أو إلى غير ذلك يطرح سؤال من أنا هذا سؤال من أنا مرتبط بالإنسان لأنه مرتبط بالوعي والعقل التمييز بين الإنسان والكائنات والأشياء إذن ندوم الأهداف نريد أن نميز بين الإنسان والكائنات الأخرى والأشياء حينما أقول أشياء الجامدة التي لا تفكر إذن إذا بحثنا في الإنسان سنجد أنه يتكون من عدة خصائص تميزه عن الحيوانات من بين هذه العناصر الوعي أنه كائن واعي يستطيع أن يعي ذاته يعرف أنه هو إنسان والآخر حيوان وأنه يعيش في هذا العالم ويفكر في الماضي ويفكر في الحاضر ويخطط لمستقبله إذن هذا هو الوعي وفي نفس الوقت فيه جانب من اللاوعي أو ما يسمى بالعقل الباطني العقل الباطني الذي يجعله الإنسان فيه أشياء كثيرة سنشرحها بعد قليل وكذلك الإنسان كائن ناطق يعني يتواصل بواسطة اللغة والرموز وهذه الأمور لا نجدها عند الحيوانات وأيضا كائن راغب له رغبات الإنسان له رغبات بينما الحيوانات عندها شهوات فقط الإنسان عنده رغبة مثلا الرغبة في العلم الرغبة في المعرفة لا نجدها عند الحيوانات توجد عند الإنسان فقط ولكن الشهوات نجدها عند الحيوانات شهوات البطن شهوات الفرج إلى غير ذلك أما الرغبات فيها خاصة بالإنسان كذلك المجتمع الإنسان كائن اجتماعي لا يمكن أن يعيش وحيدا منعزلا عن الآخرين بل حياته تستقيم وتستمر في ظل المجتمع أو في إطار انتمائه للمجتمع إذن هذا هو المفاهيم الكبرى التي سندرسها أو التي سنخصص لها دروس في مجزوات من الإنسان الوعي واللاوعي هذا هو مفهومان يعني كي تجامعوا وعندنا مفهوم الرغبة وعندنا مفهوم اللغة وعندنا مفهوم الشكل هذا مفهوم اللغة يكون مفهوم خاص بالشعب الأدابية المفاهيم الأخرى فيها شعب أدابية وشعب علمية إذن ننتقل الآن إلى المفهوم الأول الوعي واللاوعي هذا هو المفهوم الأول أول شيء سنقوم به هو نعرف هذا المفاهيم لكي تتضح لنا الصورة من مقصود بالوعي ومن مقصود باللاوعي الوعي هو إدراك الدات لعالمها الداخلي والباطني الأفكار العواطف ولعالمها الخارجي المحيط الاجتماعي العلاقات الاجتماعي ما يقول الوعي بمعنى أنك قادر تعرف راسك تحس وتدرك فشكة العواطف اللي عندك في ذلك العالم الداخلي الباطني اللي ما كي يتترب لي إتواحد من غيرك أنت أنت الوحيد اللي كتتحكم في العالم الداخلي ديالك وانت الوحيد اللي قادر تفهمه هذا كتسم إدراك باطني إدراك داخلي وهناك كذلك إدراك خارجي أنك تعرف أين توجد المحيط الاجتماعي المكان الزمان والعلاقات الاجتماعية وهذه الأمور ربما لا نجدها عند الكائنات الأخرى إذن الإنسان منقسم إلى قسمين هناك قسم الوعي وقسم اللاوعي إذن وكائن واعي من جهة وكائن لاوعي من جهة بعدما تعرفنا عن الوعي فما هو اللاوعي؟ اللاوعي يشير إلى العقل الباطني الذي يصعب على الإنسان إدراكه بوعي مباشر أو بوعيه مباشر وهو جانب مظلم في الحياة النفسية لكل فرد ويتكون من الميولات والرغبات المكبوتة والتي تعبر عن نفسها في الأحلام وزلات القلم وفلاتات لسان لاحظوا معي اللاوعي يشير إلى العقل الباطني باش نعقله ليه؟ واحد العقل مجهول ما كان عارفوش ما يمكنش نكتشفوه وما يمكنش نوعاو به بعيد عن الوعي بعيد عن قبضة الوعي ينفلت من الوعي وبالتالي فهو مجهول مظلم مظلم في الحياة النفسية كل فرد عنده اللاوعي دياله ويتكون شنوك ينفذك اللاوعي هنا ما الذي يوجده هنا في اللاوعي؟ يوجد فيه الرغبات والميولات المكبوتة الرغبات التي تسهى إلى المتعة واللدة ونحن لا نفهمها قد لا نعيه هذه الرغبات وفينا كان نحسب لأنه كان عقل الباطني لم يكن تحكم فيه بعد المرات تخرج مني واحدة الكلمة تسمى فلتت لسان ونقوله أه ما ما قصدتش را خرجت لي ما قصدتش ولكن را خرجت لي ما قصتيش بالوعي ديالك ولكن را جت من الوعي أو لك تكتب شي حاجة شوية كتبت واحدة الجملة ما شفت سيق لأن هذه الجملة عندها علاقة باللواعي كتب مزلت القلم أو لك تكون ناعت وتحلم بعض الأحلام اللي انت مفاهم في أوله وما عرفش قاع علش حلمت يوم هذه أيضا تعبر على أن هناك منطقة مجهولة تحرك الإنسان وقد تكون وهي السبب في حركاته وفي اختياراته وفي قراراته إذن نحن أمام عنصرين أساسيين الوعي واللاوعي وهما انفهمان متعارضان متناقضان الوعي يشير إلى الإدراك اللاوعي يشير إلى غياب الإدراك الوعي يشير إلى اليقضى واللاوعي يشير إلى اللا يقضى وبالتالي هناك فرق بينهما وأتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت وبالتوفيق للجميع اشتركوا في القناة